اهلا بكم في جيمز ايه الفيديوهات اللي بنحاول نوفيكم فيها بكل جديد في عالم الجيميك والنهاردة حبينا نرد على سؤال شغال بال كتير منكم ونريحكم من التفكير وفي نفس الوقت نعمل مقرنة بسيطة نفهم فيها ايه هو السر شعبية ايبكس ليجند وهل ممكن تهزم فورتنايت فعلا؟ وده سؤال اكيد خطر في بالك لو انت متم بالجيمز والحقيقة ان سؤال زي ده اجابته وهي نفسها اجابة سؤال ايه المميز في اللعبة دي عن باية العاب البتا رويل يعني و ايه اسرارها وقبل من نتكلم في اجابة السؤال ده نتمنى دعمكم بلايك ولو لسه بتشوفنا الاول مرة ممكن تشترك في القناة وتفعلي الجرس علشان متفوتش اي جديد في السنوات الاخيرة كان في ظاهرة منتشرة وهاننا نشوف تعلق كبير للعبة في بدايتها ومرة واحدة بترجع التهبط تاني وتختفي نهائي من الساحة زي العاب كتير ومنهم بوكيمين جو و اوفر واتش لعبة اوفر واتش مثلا خدت جايزة لعبة العام في 2016 بس بعد كده ايه اللي حصل ببساطة هو ان اللعبة انتهت محدش فكرة محدش بيلعبها محدش بيتكلم عنها وده سبب ببساطة برضو ان فيها العاب جديدة ظهرت لقيت اهتمام كبير من اللعبين ومن الاعلام والمشاهير كمان كانوا بيتكلموا عنها فاللعبين يتجذبوا ليها وهم سايبين وراهم الالعاب اللي ما قدرتش تطور نفسها علشان تنافس وهي شبه محطمة ويبدأوا يدمنوا للعبة الجديدة فترتفع اسهمها وتحقق عائد ربح كبير زي فورتنايت اللي فعليا انقضت على العاب كتير وكانت قاتلة للمنافسة اصلا لحد ما ظهر من العدم لعبة تشد كل الناس لعبين وإعلاميين ومشاهير وهي ايبكس ليجند وللبعض سماها قاتلة فورتنايت وبدأت ناس تتوقع ان مأساة اوفر واتش ممكن تتكرر مع فورتنايت وده اكيد لعسباب كتير اهمها واحد لعبة ايبكس ليجند بتعتمد على اللعبة في فريق مكون من 3 اشخاص علشان كده لازم يكون في بينهم التواصل مستمر علشان يحاولوا مع بعض يوصلوا للفوز لكن انت هتقول لي ده موجود في بقية الالعاب وانا هقولك اني عارف لكن مش ده الميزة الميزة بتكمن في انك ممكن ما تكونش حابب تتكلم مع ناس غريبة او ما عندكش ميكروفون كويس فبيجي الحل من مطور اللعبة بنظام تواصل اسمه بانج وده مفقدش في بقية العاب البتل رويل النظام ده بيمكنك من انك تحدد الاعداء والعناصر المهمة من اسلحة وزخيرة ودروها علشان تعرف بقية الفريق اماكنهم غير حوارات خاصة بعديد من المواقف اللي بتساعدك تتواصل مع الباقي من غير مايك يعني ممكن نقول حاجة متورة من الدرداشة السريعة في بابجو موبايل اتنين وممكن نلخصها في نظام تصويب متقن ورتم اللعب سريع وده طبعا كان سببه ان اللعبة بتجلنا من فريق من امهر الفرق اللي بتقدم العاب تصويب علشان كده طبيعي انك تلاحظ ان اسلوب اطلاق النار والاشتباك مقدم بعناية كبيرة وبشكل افضل من اي مناسبس غير ان من الواضح جدا ان الفريق استلع مع ناصر التصويب من تيتنفول عشان تحس من اول مرة لعب ان النظام اطلاق النار مالوش مسيل مع باقي العاب الباتر ريال التانية وخصوصا مع رتم اللعب السريع الملام لطبيعة اللعبة والاسلاحة اللي بتفكرنا باسلاحة لعبة تيتنفول غير انك بتقدر تطورها عن طريق معدات وتحصل عليها من السندية وطبعا حفظت على اسلوب الحركة من اللعبة الام اللي هي تيتنفول زي الانزلاق على الارض اسناك جاريو والرتم السريع ده هو اللي بيخلي المواجهة حماسية جدا من غير اي ملل زي بقى العلعاب ثلاثة اول اللي ممكن نلخصها في عبارة الموت ليس نهاية مشوارك فطبعا حاجة من الحاجات اللي بتدايق اي حد من لعب الباتر ريال هي الموت اول ما تموت بشخصيتك هتبقى مجرد متفرج لكن هنا اللعبة وجدت الحل للمشكلة دي والفي نفس الوقت تعلم من قيمة التعاون في اللعبة لان عندك فرصة حتى بعد ما شخصيتك تموت انك ترجع تاني للعبة لو اصحابك تعاونوا معاك وده عن طريق انهم بيروحوا لجستك وياخدوا منها من داليا وبيروحوا بيها لأي محطة ريزباون علشان يقدروا يرجعوك تاني للعب بس ده طبعا ليه وقت معين من بعد موت الشخصية اربعة الشخصيات المختلفة واللي بتمتلك طاقات مختلفة الحاجة اللي اللعبة استعارتها من لابة اوفر واتشو واللي كانت من اهم مزايا اوفر واتشو بصراحة هي وجود الابطال او الشخصيات اللي عندهم قدرات مختلفة وده طبعا غير موجود في فورتنايت لان في فورتنايت ببساطة كل الشخصيات واحد تختلف في التصميم فقط لكن في ابيكس ليجند انت بتختار بين 8 شخصيات منهم 6 مفتوحين من البداية وكل شخصية لها قدرات مختلفة عن غيرها فمثلا في شخصية ميراج اللي ممكن توهم العدو من خلال نسخة مشابئة ليه وبعد كده يهجم من مكان تاني وشخصية بتقدر تحدد مكان العدو وتتعقبهم وفي شخصية رايس او الساحرة زي ما بتسموها اللي بتقدر تصنع بوابات تنقل اعضاء الفريق وفي اللي بتقدر تصنع درع للحماية وفي اللي بتقدر تطلع زي ادال الشفاء وده اللي دخل طبع استراتيجي شوية في اللعبة وانكم تفكروا اني تلاتة مع بعض هيفيدوكوا اكتر وده اللي بيزود روح التعاون في بعض الالعاب الناس بتعاني من مشكلة الهبوط الغلط بيدعن باقي فريقه واللي بيسبب الموت في الغالب لكن فريق ريسبون هنا حل للوض بفكرة الجامب ماستر وهي عبارة عن ان احد الاعضاء في الفريق بيتولى فكرة الهبوط وتحديد المكان المناسب للنزول بس طبعا ممكن الاعضاء يقرروا الانفصال والنزول لوحدهم بس مع تركيز اللعبة الشديد على اللعبة الجماعية في الموضوع ده مش هيساعدك ابدا خمسة سواء اخدت بالك او لا في حاجة في اللعبة دي لما بتبدأ تقرر تنزل بيكون في مكان على الخريطة متعلم عليه بان المكان ده هو ثبوت وده المكان اللعبة بتكون محددة انه الجام ده هيكون فيه لوت كويس واعداء كتير هينزله فيه وده يمكن حاجة بتخضي على الزهر اللي موجود في بالعلعاب من فكرة انه مكان معين بينزل فيه اغلب الناس كل جام زي تيلتد مسلا في فورتنايت فمسلا انك تنزل كل جام في تيلتد علشان تحصل على عدد كبير من الكلات ولوت كويس حاجة مملة غالبا والهوت ثبوت كان الحل في ابيكس لجند دي كانت كل الأفكار الجديدة اللي دخلتها لعبة ابيكس ليجند واللي كانت عامل جذبه مهم جدا لللاعبين غير ان عدد من الستريمارز اللي جربوا اللعبة قالوا انها السلسة وتجربة تصويف فيها السلسة جدا بشكل ما جربوهوش قبل كده فالعاب البتل رويل التاني وده نتيجة عمل كبير من فريم وطورين عنده خبرة كبيرة في المجال وقدر يخرج حاجة جديدة تعجب اللعبين لكن كل ده بيفضل مجرد رأي مبداية عن اللعبة ومحدش يقدر يجزم اذا كانت اللعبة هتستمر على الطريقة دي والتقدم وجاذب انتباه اللعبين وتحطم لعبة زي فورتنايت فعلا ولا دي مجرد بداية ومش هتستمر زي ألعاب كتير كل ده طبعا متوقف على عمل الشركة وازاي هقدروا يطوروا اللعبة من خلال التحديثات المستمرة والتطوير زي انهم ينزلوا شخصيات جديدة واتوروا مزايا كتير تكسر الملل وتجزب الانتباه وده اللي تقريبا بدأنا نسمع عنه من دلوقت لان الشائعات بتقول انهم بيحضروا الطولر رانكد بس في نكهتهم الخاصة انا من وجهة نظري شايف ان اللعبة هتستمر بنسبة كبيرة لكن هل ممكن فعلا تدمر فورتنايت وتغضي عليها نهائي اتمنى تسيب رأيك في الكوميت كنا معكم من جيمز اي و كده كفاية